أنا عملت معاه، عملت معاه طبعاً وأنا لعب كرة، أنا معاه وأنا عنده 18 سنة كنت لسه في نظر منصورة وجيت عليه وكان كابتن منتخب مصر الإولمبي وسافرت معاه سافرات كتير وكت موجود معاه في الغرفة معاه موجود بفترة طويلة جداً مع النادي الأهلي ومع المنتخب الإولمبي متوجود معاه في الغرفة ومعه منتخب مصر في فترات طويلة فمحمد يسوف من الشخصيات أولاً شخصية محترمة جداً شخصية أنت عارفة ما النادي الأهلي يمسك حد مدير فني النادي الأهلي في الدرجة الأولى دي بتحطي عليها تحتها متخط خاصة دي اعتبر من المدربين اللي محسوبين اللي هو مسك النادي الأهلي زي كابتن حسام البدري زي كابتن مختار مختار زي ناس كتير أو مش عايزة أنساها كانت موجودة لشالة اسم النادي الأهلي كمدير فني محمد يسوف من كمان من اللعابة اللي كانت من اللعابة اللي كان بتبقى تركز في المباراة كويس جداً يعني مش من اللعاب اللي هو عايز يبقى موجود بشكله خلاص لا بيبقى عايز يبقى موجوده بشكله كويس جداً من خلال أي مبارا هو كان بلعبه هو لاعب فكان بيمتاز بدي وكان كمان موجود محمد يسوف مش بتكلم أنا ببالغ في الكلام ده حقيقة يعني لو أنا اتكلمت على محمد يسوف مش هتكلم عايز حلقات كتير او اتكلم على محمد يوسف فمحمد يوسف اولا ليدر شخصية كابتن الفريق تلاقيه على ما يرام شخصية مدير فن هتلاقيه بياخد شخصية مدرب عام هتلاقي شخصية مدير كرة هتلاقي كل شخصية هو بيعملها بيعملها صح هو مش بيتفننها او بيصطنحها لا هو ده شخصيته رسالة لكابتن محمد يوسف يعني انا بقوله انت ماشي بخطوات كويسة جدا في التدريب هو ممكن تروح فرق تمسكها وما توفقش فيها بس انت زمان انت عملت كده مع البنك الاهلي بريمية البزرة والبزرة دي ممكن ما كانتش في الفترة اللي انت فيها عمل انسجام واللي انت تجيب لعيبة من قندها كتير وكنت تعمل توليفة كويسة انت عملت التوليفة واجيب بعد كده المدربين بعدك كاملوا المسيرة فالبزرة اللي انت عملتها دي ده حقك انت يعني طبعا واكيد المدربين اللي جون بعد كده هم معارفين فحمد يوسف مدرب ناجح شخصية قيادية كويسة اتمنى له ان شاء الله التوفيق في حياته ان شاء الله باذن الله في اي مجال هو يديره وكمان في النواحي الادارية شاطر والنواحي الفنية واعتقد ده خط خبرات كتير اوي وهو موجود بلعب مع النادي الاهلي وخبراته هو شغال في النادي الاهلي فنتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله ونتمنى ان شاء الله باذن الله للنجاح بإذن الله هتقول إيه لياسر لا ياسر ده زميل عمر يعني زي ما هو قال احنا مع بعض من هو في المنصورة ياسر دخل بيتي ودخلت بيته وعلى التصالب وحاليا وحاليا وحتى أحمد لما رح تركيا على تواصل مع أحمد وتواصل مع ياسر كلمت له حد في تركيا لا ما كلمت له هو أحمد لعيب كويس أنا كنت شايف أنه ما كانش مفروض يطلع يعني كان مفروض النادي الأهلي يستفيد به لأن أحمد كان عمل نطج كويس جدا مع السراميكا الموسم اللي فات وقدر يحرز أكتر من هدف وخلي بالك هو دلوقتي برضو في الدورة التركي يعني تقريبا كل مباراة والأخرى بيحرز ياسر شخصية جميلة جدا شخصية محترمة ومن زميلنا يعني زي ما هو قال كده إحنا كنا مع بعض في منتخب وبعد كده جيل أهلي فعيشنا بقى مع بعض كمان في الأهلي جيل بتاعنا هو ووليد صلاح الدين وهادي خشبة ومشير حنفي يعني طلعنا جيل بقى وجي علينا سامير كمونة ونخلة وابو الدهب يعني مجموعة كبيرة مش عايز أنسى اسم ولا حاجة عشان برضو إيه الواحد يعني فيه برضو ناس بتزعل لكن كان فريق التسعينات بتاعنا كان فريق مميز جدا وفريق دينا ناخد بطولات بشكل متواصل لفترة طويلة يعني شكرا